ارتس انت كريتيكس مع دكتور الهام كلاب دكتور بي تاريخ الفن والاثار رح منحكي اليوم متل ما ذكرنا سابقا عن بيكاسو مين ما بيعرف هالفنان يلي عمل تغيير جزري بالفن التشكيلي ولكن فيه تفاصيل نحن ما منقدر نعرفه عن حياته وأيضا تحليل بعض لوحاته لين شهروا هالقد شو يلي ميزهم وهيدا هدفنا بارتس انت كريتيكس بوزور دكتور بوزور مهلا وسهلا فيك فيكون دايما الحديث معي بيكون عميء ولكن سهل بنفس الوقت اليوم رح منحكي عن بيكاسو ترتيلنا هال ولابس اليوم متل الوين وبفتكر أصدتي هيدا شي لحتى نحكي شوي كيف بلاش هالفنان الكبير اليوم العالمي ويلي مرأ كل الأوقات وكل الأزمنة وكل البلدين اوشي بيكاسو خلال 1881 وتوفى 1873 ولكن خلالها الحيات الطويلة خلينا نجع نعيد التاريخ نعم 1881 و1973 خلالها الحيات الطويلة كلها كان عاصفي بينا نقول كان إعصار مرأ على تاريخ الفن وللأسف هو مظلوم كتير بالتداول اليومي لأنه إذا حدا درب كيفما كان ريشي بيقولولها تستغل متل بيكاسو ولكن ما بتعرف الناس أنه بيكاسو كان كلاسيكي درس الفن كلاسيكيا ثم تحول إلى ما سمي بالتكعبية أو تجريدية أو غيره هلأ شفنا صور لقلو عامل إيدي هيك ليفرجي أنه خطوط الحظ بإيده قداش كان حظه مليح بالحياة ولكن كان عنده إدرجة جسدية كتير كبيرة أنه دال يرسم كل الوقت عيش بخلق بملقة بإسبانيا اسمه كتير طويل ولكن أخذ اسم أمه أمه اسمه ماريا بيكاسو صار يمضي باسم أمه ماريا بابلو بيكاسو عيش بإسبانيا مرحلي بيو كان استاذ فن كان مدير جامع مدير بمعهد بجامعة هو علمه الرسم التقليدي وكان يرسم كتير طيور الحمام لدرجة أنه بيكاسو استخدمه كتير بعدين برسومه وكان وقت كان صغير ما يلاقي ورقة وقلم يرسمها عالتراب حالبيته ليه هالقد أثرت كتير فيه؟ أثرت كتير فيه وبيو كان يرسم كتير الحمام سمه بالوميروس إنه كأنه هو نطور الحمام ولكن تأثير بيو كتير كبير عليه حطوا بمدريد بجامعة الفنون تفوق كتير وترك لأنه كان فوضوي وما كان يقدر ينضبط راح على باريس بباريس لما قاعد بباريس تعرف على فنانين تعرف على شعرة كان كاتب على المشغل تبعه لا يدخل هنا إلا الشعراء تعرف على ماكس جاكوب هاللي علمه الفرنساوي هاللي قواه عنده يعني بتعرفوا غنيات شارل أزنفور لابوام يعني هاي العيش اللي كان يعيشة هونيك وقلوا أحيان إنه بديوا يتدفى كان يحرقوا شوي من صوره وطا يطلع شوي تنار تيدفى عليهم قد ما عايش بهذه الحياة البسيطة يلي هي الفن للفن يلي منذكر هالماقولة وشفنا هالطيور يلي رسمون حتى بأبسط الأشياء كان يدخل حركة كان كل ملسق عن مؤتمر عن السلام يطلبوا منه هو يرسم الحمام اللي عليه ولكن فيه ولكن أخذ علم تقليدي يعني فقط الأصص أصص الرسم وبعدين هو هيك صار على سجيده هو على سجيده كيف مرأة وشو المرحل المرأة فيها يعني نقل رسم كسر رجع بني يعني مرأة بمرحل عديدة في مرحلة اسم مرحلة الزرقاء مرحلة اللونة وردي ثم تكعبية ثم بدروا الإباحية كمان يعني مرحلة على كل حال حياته شخصية كانت دايما موجودة برسوماته نعم كانت تهتم الناس بفنه وبحياته شخصية بذلك الوقت والمرحلة الزرقاء اللي بلشها كانت مرحلة قاتمة عم نشوف شوية هلأ صور يمكن هذا هو صديق له اسمه كازاجيماس قتل ببريز من العشق يعني أتى الحال وانتحر بسبب حبه لأمرأة أثر كتير عليه صارت الرسوم زرق كاد كامد خلينا نقول رمزية لون الأزرق شوية خلينا نحكي عن رمزية لون الأزرق شوية يعني كل لون الموت بالنسبة له لون الكاء رسم ساعته فيه بارد لون بارد لون بارد كتير يعني حتى مكتوب الأزرق فيه رسم فيه بهلوانيين كانوا كتير يرسمون البهلوانيين بالسيرك رسم فيه نساء عائلات رسم فيه نساء عم تشرب كاس يعني نساء متعبات رسم فيه نساء مهجرات ليه ليه رسم هالتعبين من الأمرأة كان عنده رؤية حزينة جدا بذلك الوقت كان عنده شوية اهتمامات سياسية واهتمامات بالناس المعترين بالناس الفؤراء أو غيره هايدي مراحل الحياة يعني كل هايدي الرسوم كانت قاتمة وما كانت كتير عم تنباع بالنسبة له هوني كمان المجيزم شوية هوني بلش يغير شوية بلش يغير شوية بيوصل بعدين بعد هايدي وصل على ما نسمي المرحلة الزهرية مرحلة الزهرية بلش يرسم فيها نساء وتبدلت ألوانه كتير بس هوني نساء وهوني نساء يعني الامرأة بالمرحلة الزرقاء وكأنه هي صورة عن والدته لا لا ليه رسامة حزينة ليه رسامة تابعية الامرأة في تعستها والامرأة في فرحة في فرحة أو في أنستها أو في وجودها بس بهالوقت كان فيه هيدا ابنه رسم ابنه هوني بشكل شكل بهلوان يعني ولكن بهالمرحلة كان فيه كاتب اسمها جيرت ريجشتاين اجت وشافت شغله وهي نشرته عند الامريكان وبلش يبيع هيدا من المرحلة الوردية مشوف امرأة عم تحامل زهور وهوني الأنوثي نعم هوني مشوف بعضه رسمه تقليدي يعني بعد ما تغير مش كأنه في كاسوه مش هي اللي نحنا بنعرفه اليوم مش كأنه في كاسو بالزهن اللي بتعرفه صحيح صحيح هيدا كمن امرأة حامل المروحة بإيدا هيدا البهلوان بس إنما تلون ليه هالأحمر وصار حبون كتير كان عنده يعني هو دي مثل تكرار مثل رفران كانت ترجع لعنده البهلوان والحمام وبلش يدخل بعد أن هيدا صورة تقليدية كمان هيدا امرأة امرأة بعد يعني حافظ له جماله مع أنه كل النساء اللي أعجب فيهم وكان له علي قبعهم وعيش معهم يعني شوههم مقدر نقول بالمفهوم العادي للكلمة رسمونه على مثل ما بشوفهم بخياله يمكن رسمونه مثل ما هو كان وصل بمفهومه للفن نعم نعم هيدا الصورة بتتوقف عدد أسوي لأنه هيدا الصورة التكعبية يعني بداية التكعبية تكعبية في نوعين أناليتيك وسنتيتيك يعني تحليلية تفكيكية ثم تجميعية هيدا الشخص كان هو يبع له لوحاته بجالوري بفرنسا يعني إذا بنفسرها مضبوط بنقول إذا بترسمي وجه على ورقة أو بتجعلكيها وبتفلتيها ساعتها بتعلك هالتكعبات اللي موجودة اللي بتعرفي شكل الشخص ولكن هو موجود بمكعبات ليه هالقدة إن جذب لهالتكعبات هولي هالكوب لهالكوبيس نقدر نقول يعني فنان وشغيل فن يعني كان بده يكسر شي لا يبني شي هو ممكن يشوف صورة اللي بعدها يكسر لا يبني يعني بده يكون هو عم يخلق شي هو عم يخلق حاله مع أنه تأثر كتير بالفنانين السابقين وعنده مرحلة كبيرة يميخد لوحات السابقين تأثر بمتيس تأثر بالعديد من حتى الانتباعيين ولكن يخدون لوحاتون ويرسمون عزوقه أصنع لوحة من لوحة في معرض كبير ببريسر قلو أنه بكسو والسابقين أنه كيف كان يتباعون بزهنه اللوحة التانية عاد لرسوم واضحة ولكن مختلفة عن الواقع اللي بي نشاف هاين كمين المرأة دي برأة هاين برأة توقف عندنا هاين اسمه أنيسات آفينيون هاي لوحة محورية اللوحة محورية بعدنا ببداية القرن كاننا عم يشتغل على التكعيبية يشتغل كتير على هاللوحة في عشرات السكاتش قبل منها ولكن هي بتمثل نساء في نساء هو يعني رسمون هاي دي بس كأنه مكعبات مرسوك موصولي ببعضها في برداية قدامها في خمس نساء اتنين منهم الأدمانيات هني شبه عاريات عم يطلعوا فينا واتنين التانيين أقنعة أفريقية محبيين شوي لأنه ببداية القرن كان فيه تأثير على الشرق وتأثير من أفريقيا كتير كان متأثر من الأقنعة الأفريقية ورسمون الواضح بس كأنه محبيهم شوي يعني مش هني مش هني أكيد مش هني قدامهم فيه صحن فيه فواكه الفواكه وحيدة اللي مبينة شو هي اللي هي بطيخ وعنب وتفاح ولكن يعني حركتهم ووجودهم مصطنع كأنه يعني مربعات ومكعبات بالدخل مع بعضا وكانهم ياخدوا بوز للصورة ويخدوا بوز للصورة هذه اللوحة ها 맞는 دورة هاydi امرأة تانية لا هاydi امرأة باكية من بعد حرب إسبانيا عنده شي عشرات اللوحات الامرأة الباكية يعني ما بقدي أنه البكي يعني كأنه يرجع لورا ما بقدي أنه البكي بيشوها هو بيشوها أكتر بهالصورة اللي هي بس هو كان قصده يشوها أو هو كان قصده يفرج يمكن قلوينها أو قصده هي بدا نوقف عندها أصدوا أنه يظهر وانصار بتحولوا هاللوحة كتير مهمة لأنه هي سبع متورة وثلاثة ارباع طولة هي لما بجرنيكا بوقت الحرب الأهلية الإسبانية فرانكو تصل بالنازيين وبالفاشيين وأصفوا جرنيكا من شيء هيك لونة أسود وعبيض هو كان ببريز وشاف الصور بالجرائد ويقولوا مش هيك تأثر بالرمادي بلون الرمادي كأنه جريدة بس مرسومة ولكن هاي الصورة بدنا نتوقف عندها لأنه فيها أول شيء إذا رحنا على جهة اليمين فيه امرأة حامل طفل بإيدها وعم تصرخ والسينة طالع كأنه سكين وعناية بشكل دمعة وفوق منها فيه الثور اللي بيعني إسبانيا هاي اللي بيبرم ودنبوا مثل شعلة نار وفيه التنين كأن؟ لا شعلة نار هيدا الثور تحت منها فيه مقاتل بالأرض بقطع الأطراف ولكن إذا بنكمل الصورة بنشوف أنه حامل زهرة بإيده من الجهة الثانية أمل؟ زهرة الأمل يعني؟ نعم الزهرة هي الأمل؟ فوق منه فيه حصان حصان إذا بنشوف حتى وجه بشكل جمجمة هو حتى ومقطع كمان القسم الثاني من الصورة إذا بنشوفه هيدا القسم الثاني فيه إمرأة عم تصرخ من بيت طالع منه لهب وتحت منها فيه إمرأة تاني كمان مقطعة يعني هون عم نحكي عن مقسات معيني مقسات وفيه حمام صغير من بيني هون ولكن منها بس شحة أبيض بيضل على أنه بيضل فيه أمل هاللوحة كان وقتها إسبانيا بدأت تشترك بمعرض بفرنسا عمل هي اللوحة هيدا فسر كل التاريخ تينشر حرب الحرب الإسبانية ولما زار كان الحرب العالمية التانية لما المسؤول النازي زاره وشيف اللوحة قالوا لابيكاسو قالوا أنت عملتها قالوا هذا أنتو اللي عملتو ما رح نحكي اليوم عن دورة مار اللي علمت كثير بحياته ولكن رح منخصص لحلقة لحالة عن كل الرسومات لنساء ولنساء ولا دورة مار اللي أنا أثرت فيه شخصيا بقوتها بدأ أشكر وجودك معنا دكتور إرام كلاب ديمن الحديث ما بينتهي معك أبدا نشوفك بحلقة تلاحق بريك وامنرشان